تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي قررت الحكومة رفع قيمة التعويضات عن حدث سقوط أوتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقاهلية لتصبح مائة ألف جنيه من جهته يتابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات الحادث حيث أعرب مدبولي عن خلص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين كما أجرى مدبولي اتصالات هاتفية بالمسؤولين لمتابعة حالة مصابي الحادث ووجه بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتمنيا لهم الشفاء العاجل